بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن دورة ثقف نفسك لتعليم قعد البيانات الاسكيو ال هنبتدي نتكلم عن الاسكيو ال المين اللي هي المينيمم او الماكس الماكسيمم وهنشوف ازاي بنستخدمها عندنا جوه القود طبعا زمين او المينيمم function returns the smallest value of the selected column يعني اللي هي الجملة minimum بتسترجع اقل خيمة من الحقل المختار هنعرف برضو يعني ايه واللي هي the maximum function او the max function return it the largest يبقى المينيمم زي ما احنا شوفنا هنا the smallest لكن the max the largest value of the selected column اللي هي جملة الماكس او الماكسيمم بتسترجع اكبر خيمة من الحقل المختار طيب ايه هي المينيمم او المينيمم syntax select اللي هي المين منحط الكولوم name اللي احنا اخترناه from table name وبرضو منقدر نضيف عليها condition برضو الماكسيمم او الماكسينتكس جملة الماكس او الجملة الماكس ديه select max column name برضو from table name وبرضو مندفلها الكنديشن يعني في الجملتين بنسبة ل minimum والماكس هنا بيقول select minimum او select max وهي نفس الجملة ممكن نقدر نشتغل عليها طيب عندنا هنا في الجدول بتاعنا البرودكت id والبرودكت name والسبلاير id والكاتيجوري id والunit والprice البرودكت عندنا سيرير من 1 ل5 والبرودكت name اسم المنتج زبعا البرودكت id والبرودكت name اسم المنتج والسبلاير id من السبلاير احنا المشتري من عنده طبعا بنحط الايدي بتاعنا زي ما احنا عارفين سواء 1 او 2 والكاتيجوري id النوع برضو 1 و 2 والunit الواحدة 10 بوكس مثلا في 20 على حسب ما احنا مسجدين عندنا والبرودكت الاسعار طيب المينموم example select minimum اللي هي بالنسبة للبرودكت نرجع هنا تاني بختار المينموم للبرائس هنا عندنا as smallest price طبعا as d as smallest price d اسم الالياس الالياس اللي هيظهر لي باسم باسم برايس لا انا اختار المينموم برايس يختار لي اسم الخانة بتاع smallest برايس اسمه الياس name from product من جدول البرودكت لما نيجي هنا فعلا هنا الريزلت بتاعتنا جاب record 1 smallest price 2.5 طيب نشوف هزي هنا زي ما احنا شايفين المينموم برايس بتاعنا اللي هي 21 اه اللي هي 2.5 ده smallest بتاعتنا اقل حاجة بس طبعا ديه بالنسبة لل records اللي قدامنا طيب لو احنا جبنا هنا واخترنا من هنا الماكس هيدين 263 ونص طبعا دي بالنسبة للأسعار بتاعته اللي موجودة هعندين لو احنا استخدمنا اللي هي الماكس اكزامبل اللي هي طبعا الماكس اكزامبل هتقول هنا select max price as smallest price from products بس هنا طبعا ما كان المينموم بنحط max زي ما احنا شايفين select max price as largest price from product كده درس النهار ده سهل وبسيط جدا الفونكشن انحنا استخدمناها minimum والماكس سعب نحتاجها كتير في الشغل بتاعنا فليازم نكتب الكود بتاعنا نركز فيها وشكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته